بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أيامكم سعيدة بولادة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام كما يقول علماؤنا الأعلام من أعظم الزيارات التي ينبغي علينا أن نزور بها الإمام المهدي المنتظر عليه السلام خصوصا في هذه الأيام أيام لادته كي نشعر بحضوره كي نشعر بوجوده المقدس كي يستجيب لنا دعاءنا ونجده قريب منا جدا 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 ما هي هذه الزيارة خصوصا في أيام ولادته الميمونة هي زيارة آل ياسين الواردة عن صاحب الزمان سلام الله علي هذه الزيارة وردت عن صاحب الزمان سلام الله علي وهذه الزيارة كما يقول علماؤنا الأعلام تعلمنا كيف نشعر بحضوره وبوجوده نلاحظ أن الإمام المهدي عليه السلام أثناء الزيارة ماذا يقول السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنت السلام عليك حين تركع وتسجد أي أنك تعيش حالة وجود صاحب الزمان وفي ذهنك الآن سور قعوده وجلوسه وقراءته للقرآن وصلاته وقنوته فأنت عندما تقول هذه الكلمات تستحضر وجود صاحب الزمان بهذه الحركات الشريفة التي يقوم بها من سجود وصلاة وقراءة قرآن إلى غير ذلك لذلك علماؤنا الأعلام يقولون هذه من أعظم الزيارات لصاحب الزمان سلام الله عليك وخصوصا في أنك تكون هذا هو المهديك حين تقامت Large with these. to receive. to be. to come to. to be. to be. to be. to be. to be. to be. to be a. to be. to be. to be. To be. to be. You can't. To be. to be. كي نشعر بحضوره ووجوده وكي يستجيب لدعائنا لأن هذه الزيارة قالها صاحب الزمان سلام الله عليه وأرشد في بدايتها للذين يريدون أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بصاحب الزمان يعني لديك حاجة عند الله سبحانه وتعالى توجه الإمام هو الذي يقول صاحب الزمان هو الذي يقول سلام الله عليه توجهوا بهذه الزيارة إلى الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائجكم برنامج صباحات والأياء أمين محمد خادم في مرغد الحسين بن علي عليهما السلام